خلونا أولا نجدد الترحيب وخلونا ثانيا نجدد المعايدة وكل سنة وكلنا دايما طيبين وبخير بمناسبة عيد القيامة المجيد بكرة بإذن الله هيبقى واحد من أهم الأعياد الوطنية في تاريخنا الحديث ألا وهو عيد تحرير سينة 25 إبريل من كل سنة يصادف طبعا أن أنا بنتي تولدت في نفس اليوم فعيد ميلاد بنتي كذا الحال طيب خلونا في عيد تحرير سينة تحديدا وعيد تحرير سينة ده مهم جدا وإنت بتحتفل به أن يبقى فيه عندك مجموعة من المعلومات والمعلومات يعني الحقائق والأرقام ومهم قوي الحقائق والأرقام بالذات السنة دي هقولك ليه بصراحة لأنه أنا منزعج جدا 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 من أنه نلاقي أحيانا أصدقاء وأحيانا زملاء وأحيانا أقارب وناس أنت عارفهم كويس ووثق فيهم ووثق في طريق التفكيرهم ووثق بالتأكيد في وطنيتهم أنه تختلط عليهم الأمور أو يبقى عندهم شكل من أشكال إما الشك أو عدم اليقين أو اللبس فنلاقي أنه من ساعة ما حصلت الأزمة بتاعت روسيا وأوكرانيا وتحصل الأزمة الاقتصادية العالمية نلاقي أن الكلام تزايد جدا على أنه الاقتصاد المصري فيه مشكلة كبيرة وأصلا إحنا عندنا ديون ويطرحنا عملنا إيه بالفلوس شوف يمكن من ساعة ما الفقير إلى ربه تعالى يوسف الحسني يعني تولى مسئولية أنه يقدم البرنامج ده فهو مشغول جدا بمسألة الاقتصاد جزء من ده بحكم التخصص الأكاديمي يعني ودراستي وجزء من ده باعتباري مواطن مصري وجزء من ده يا مسئوليتي ناحية حضرتك أنك لازم تبقى عارف إيه اللي بيحصل في مصر إيه اللي بيحصل بالفلوس بتاعت مصر يا ترى هي بتنفق إنفق رشيدا حكيما ولا لا أنا هقولها لك قولا وحيدا هي تنفق بمنتهى الحكمة وبمنتهى الزكاء وبشكل عمرنا معتدناه وأظن هو ده السبب الرئيسي لأن احنا عمرنا معتدناه أنه ناس كتير بتلتبس عليها الأمور تعالى نشوف على سبيل المثال فلوسك فلوس مصر عملت إيه في سيناء بمناسبة عيد تحرير سيناء وكل سنة وتطيبين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحقيقة تفضل مشكورا بإصدار تقرير رائع ووافي يتضمن إنفو جراف يعني عرض معلوماتي العرض المعلوماتي ده هنشوفه مع بعض كويس هيوري لخطة مصر الخطة الوطنية الشاملة لأجل تغيير وجه الحياة على سيناء العظيمة طيب هو بس أنا هستأذن إنه السلايدز تبقى مضبوطة أكتر على شاشة لأنها مش واضحة فهي ياريب بس نفتحها من غير الخطين الميلين دولي بص يا سيدي الجمهورية الجديدة تنفذ خطة وطنية شاملة لتغيير وجه الحياة على أرض سيناء برضو على أرض سيناء كويس طيب يعني إيه الكلام ده يعني إيه شوف العنوان بيقولك يد التنمية تفتح طريق الأمل والخير لأهالي سيناء ومدن القناة وده ما هواش مجرد شعار لكن هدي لك رقم أكتر من 700 مليار جنيه خطة الرقم ده تمام أكتر من 700 مليار جنيه تم استثمارها وجاري تنفيذ مشروعاتها لتنمية سيناء خلال 8 سنين تنمية الاستثمارات يعني من 2014 تنمية الاستثمارات والمقاومات الصناعية لجذب وتشجيع المستثمر في سيناء ومدن القناة 2013-2014 يعني قبل تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر كانت بتضخ في سيناء تقريبا 6 أو ضخ في سيناء 6.2 من 10 مليار جنيه ما تم ضخ طيب إيه اللي حصل من 2014 حتى هذه اللحظة زيادة نسبتها 627.4% فوصل الضخ الخمسة واربعين وواحد من 10 مليار جنيه الله ده دي نسبة الزيادة من اجمال الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء ومدن القناة تعال نشوف الشكل عامل إزاي عشان تبقى أنت فاهم الضخ ده إزاي 700 مليار تم صرفهم على سيناء صدق وانت مش واخد بالك لأن انت هنا أهالي سيناء واخدين بالهم يبقى لازم جزء برضو من مسؤوليتنا ناحية المجتمع إن كنا شخصيات عامة أو كنا ممن يستمع إليهم أو يتابعهم المواطنين إن إحنا لما نذكر رقم لازم ندقى قبل ما نتكلم عن الدين اتكلم إحنا عملنا إيه بالدين إحنا ما عملناش وإحنا جبنا شاي وسكر زي زمان خالص واحدة واحدة هتفهم المسألة بالراحة ثلاث مراكز تم افتتاحهم لخدمة المستثمرين بتكلفة 206 و 4 من 10 مليون جنيه لخدمة أكتر من 8800 شرك يعني أنا هنا ضخيط للاستثمارات يعني أنا بصر الفلوس علشان تجيب لي فلوس هل ينفع مثلا نقول إن أنا لو حطيت 10.000 جنيه في مشروع دي اسمها أنا صرفت 10.000 ولا اسمها أنا استثمرت 10.000 عشان العشرة تلاف دي هتجيب لي بقى 20.30 و 40 يا رب مية يبقى أنا استثمرت فلوس طيب تم المشروعات ومناطق صناعية تم إطلاقها على خريطة الاستثمار الصناعي 275 فرصة استثمارية مش فرصة عمل فرصة استثمارية شوف كل فرصة استثمارية توفر كام ألف فرصة عمل تتمتع بيها سينة ومدن القناع للخريطة الاستثمارية كويس قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو متر وبالمناسبة كانت الطاقة الاستيعابية بتاعت القناة زمان 77 سفينة دلوقتي بقت 97 يعني زيادة قد إيه 26% زيادة ماشي من 10 ل 11 ساعة أصبح زمن العبور المباشر للسفن بدل 18 ساعة زمان شوف المنطقة الاقتصادية بتاعت قناة السويس منطقة اقتصادية يعني إيه؟ يعني فلوس تجيلي أصرف فلوس عشان نعمل بنية أساسية عشان نستثمر عشان يجيلي عائد علشان أولادنا وأحفادنا ما يتحملوش الديون ولا يتحملوا اللي إحنا شفناه يمكن في 10-11 سنة فاتوا أو في منظوري الخاص يمكن حاجات من سبعينيات القرن الماضي 18 مليار دولار تكلفة بنية تحتية واستثمارات داخل المنطقة اضرب 18 مليار دولار في سعر الصرف دي نسيبها لك 461 كم إجمالي مساحة المنطقة ده كم مربع 250 منشاقة صناعية وخدمية تم إنشاؤهم في مجالات مختلفة 100 ألف فرصة عمل مباشرة هناك فرصة العمل المباشرة وفرصة عمل غير مباشرة يعني إيه الفروق باشي إزاي على سبيل المثال لو حضرتك بنيت أوتيل فندق لقندا بانسيون سميه زي ما تسميه هنفترض إن العاملين اللي فيه 100 دول كده 100 فرصة عمل مباشرة طب والراجل اللي بيورد الأكل والراجل اللي بيعمل الصيامة والراجل اللي بيجي يعمل دهانات وينقاشة والراجل اللي بيجي يصلح مش عارف إيه ده اسمها فرصة عمل الراجل اللي بيوصل للسياح ده اسمها فرص عمل غير مباشرة طب الفرص المباشرة كانت قد إيه 100 ألف فرصة عمل مباشرة من المشروعات المنفذة في المنطقة إيه اللي بعده تعال نشوف إنه فيه 403 مليون جنيه هم تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة في جنوب الرسوة ده في محافظة بورسعيد واللي بتضم 118 وحدة طيب مش احنا عاملين مشروع كبير جدا للأسماك واستزراع الأسماك عندنا 2500 طن سنويا أصبحوا هم دول الطاقة الانتاجية لمصنع وتصنيع وتعبئة الأسماك في الأمطرة الشارع 727 مليون جنيه هم تكلفة مصنع انتاج الرخام والجرانيت كلام ده كان فين قبل كده بالمناسبة وكأننا كنا عاديم بالنقب داخل الجبل كأن الحاجة ما كانتش قدامنا وكأن سينة ما كانتش موجودة سبحان الله فجأة لقينا ان احنا في عندنا سينة في 2014 لقينا ان احنا في عندنا حرب بتحصل تقريبا في 3 مدن وفي بعض المناطق من الوسط في سينة تجاه الإرهاب وبالرغم من هذه الحرب كانت هذه التنمية مستمرة أصلي وقت تفتكر الحاجات دي اتعاملت مبارح واللي السنة اللي فاتت الجيش والشرطة كانوا بيتعاونوا للحرب على الإرهاب في سينة وكافة مؤسسات الدولة الأخرى قعدة بتشتغل علشان تنمي سينة بهذه الأرقام اللي قدام حضرتك اللي استحالة تبقى وليدة يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة يعني كل ده كان بيحصل في سينة حرب على الإرهاب وفي نفس الوقت بنعمل مجمعات صناعية وبنعمل بنية صناعية وبنعمل تنمية وبنعمل مدن طيب وهل سينة بس؟ لا طب وبقية المدن وبقية المحافظات دي حدوتة تانية المهم 805 مليون جنيه تكلفة إنشاء المجمع الصناعي للرخام في منطقة الجفجافة ده في وسط سينة بطاقة 3 مليون متر مربع سنوي 7 مليون طن سنوي إنتاجية لمصنع أسمنت العريش طيب تعالوا على المشروعات كبيرة خشوا عن مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر في سينة ومنطقة مدن القناة 42500 مشروع تم تمولها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر بتكلفة حوالي 1.8 مليار جنيه لحد فبراير 2022 ده جزء من الحاجات اللي حصلة في 6 سنين علشان لو أنت عاوز تسأل ومن حقك تسأل عندنا 5428 مشروع تم تمولهم من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية تحت عنوان مشروعك دول تكلفتهم 749 مليون جنيه وفروا قد إيه بقى فرص عمل وفروا 38400 فرصة عمل لحد نهاية فبراير 2022 عدت علينا الكورونا وبرده شغالين وجات الأزمة الروسية وبرده إحنا شغالين 788 مشروع تم الموافقة على تمولها بالفعل من صندوق التنمية المحلية إجمال استثمارات 5.5 مليون جنيه في شمال سينة وإسماعيلية والسويس لحد منتصف إبريل 2022 هل مصر تخلق فرص عمل؟ أيوة هل مصر بتعمل مشروعات تنموية؟ أيوة هل مصر بتعمل مجمعات صناعية؟ أيوة هل مصر بتعمل صناعة للأمن الغذائي؟ أيوة هل مصر بتوصل المياه لسينة؟ أيوة أنا جاي لك في الكلام هاته اللي بعده طيب علشان يبقى فيه عندي زراعة يبقى أنا عايز حاجة إيه؟ عايز طاقة طاقة عشان أدور المكان ملي يعني احنا هنزرع زي زمان ولا إيه؟ وعايز ميا تعال نشوف إيه اللي حصل تنمية زراعية في سينة ومدن القناة وبرضو بالأرقام فلما تيجي تشوف فيديو تيجي تشوف حد بيهبد على فيسبوك بيهبد على تيك توك بيهبد على تويتر فعليه أن يتوقف عن الهبد طب هو هيتوقف هو ممكن ما يتوقفش لو هو نيته سيئة لو هو نيته جيدة قد يتوقف عن الهبد عندما يشاهد ويرى ويلمس هذه الأمور إن أراد أن يلمسها لكن ما أكثر الهبد في هذا المجتمع أبرز المشروعات الزراعية تعالنا نشوف مشروع تنمية سينة واحد وواحد من عشرة مليون فدان يعني مليون ومئة ألف فدان مساحة إجمالية للمشروع منها 239 ألف فدان مساحة مزروعة لحد نهاية مارس اللي احنا فيه يعني عد مارس احنا بنشطف في إبريل يبقى احنا خلصت منهم 239 ألف فدان تقريبا من الربع دول تم إنشاؤهم بإجمالي مستفدين قد بإيه ناس اللي هتستفيد 2122 مستفيد من 18 تجمع زراعي منظومة الرأي وحمية سينة من أخطار السيول بتاعت زمان اللي بتخش تكسح وتغرق والمية كانت بتنزل على البحر إيه اللي حصل عندي تقريبا 96 ألف فدان كويس ده من الأراضي الجديدة ده ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الرأي الحديث في شمال سينة وإسماعيلية والسويس عندي 423 منشأة تم حمايتهم من السيول وتم إنشاؤهم بشمال وجنوب سينة حتى ديسمبر 2021 عندي 86 كيلو و500 متر شوفوا الدقة من الترع تم تأهلها وتبطنها في محافظات إسماعيلية وبرسعين كل ده عشان أعرف أعمل تنمية زراعية في سينة أبسط إنتاجها أنك تاكل خوخ سيناوي بسعر معقول هاتيت حاج صح؟ بس هي دي الحقيقة ده أبسط حاجة نقدر نقولها لك إنه علشان تضمن وجود سلعة زراعية بسعر معقول طيب أبرز مشروعات الإسزراع السمكي مش إحنا كنا بنتكلم بكده على فيلو 500 طن إنتاجي بص يا سيدي عشان التغليف والتعبئة عندنا أكتر من 9900 حوض دول تم تنفيذهم ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز للإسزراع السمكي عندي 120 مليون جنيه تكلفة تنمية بحيرة البردويل في شمال سينا وبعد شوية هنتكلم عن البحيرة 3.5 مليار جنيه أنتوا كنا بتقدرين تستوعبوا الفلوس بتروح فين صح؟ أنا هنا بتكلم على سينا محافظة طين ماشي هحط معهم مدن القناة بالمرة طب خمس محافظات آيس 3.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء 8 قرى للصيادين جاري العمل عليها أبرز مشروعات إمداد سينا بالمية شوف بقى يا سيدي آه 5.6 من 10 مليون كيلو متر دي الطاقة آسف مليون كيلو متر مكعب في اليوم مليون كيلو مكعب في اليوم صح؟ ولا أنا مش شايف المهم الطاقة الإنتاجية حلم مش شايف دي الطاقة الإنتاجية لمحطة آه مليون متر مكعب صح كده 5.6 من 10 مليون متر مكعب طاقة إنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر للمساهمة في استصلاح حوالي 456 ألف فدام بالمناسبة هذه المحطة تحديدا بتاع البحر البقر تعد واحدة من أكبر محطات المعالجة على مستوى العالم عشان انت بتسأل يا ترى الفلوس بتروح فيه 1 مليون متر مكعب يومي هي الطاقة الانتجية لمحطة معالجة هذا المصرف لتحسين الزراعة فيما يقرب من 60 ألف فدام اللي بعد تعالي بقى نشوف تطوير مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية في السينة ومدن القناة يا جماعة أنتم تستثمرون في الحجر ولا تستثمرون في البشر مش كفاية جمل مكررة بقت عاملة زي الكليشي كده يعني فبتزل استخدامها لا هو الاستثمار لما بنينا نتكلم عليه من 2014 لحد النهاردة انت بتستثمر في كل شيء بنية أساسية ومباني وأحجار إن أرط وده لازم عشان البني أدمين تقدر بعد كده تقول بمهمتها يعني أنا لو ما رصفتش طريق هروح المدرسة والمصنع والمستشفى والجامعة والمصلحة الحكومية الزايع يهركب النقة طيب وهي بتعامل في 2015 على ما أتذكر أتنين وتمانية ألف فدان يعني ألفين وتمنمائة فدان إسماعيلية الجديدة مدينة بير العبد الجديدة على مساحة ألفين وسبعمائة فدان ماشي خمسة واربعين مشروع لمياه الشرب تم تنفيذه بطاقة ربعمية تمانية وسبعين ألف متر مكعب كل يوم سبعة وعشرين محاطة تحلية مياه بحر تم تنفيذها بطاقة ربعمية تمانية وتلاتين ألف متر مكعب كل يوم طيب عندي بقى خمسة واربعين مشروع للتجمعات البدوية دي تم تنفيذها بإجمالي أربعة تلاف وميت بيت بدوي وأنا أتذكر أن إحنا سبق لنا وروحنا صورنا هذه التجمعات صورنا تقرير حتى تبقى الصورة هذا التقرير يبقى شاهد لمن لا يستطيع الذهاب لأي أن كان السبب المانع يعني اللي عاوز يروح أهلا وسهلا نتفضل سينا فتحة ديها للكل تعالي نشوف عندي مية وتسعين ألف متر مربع ألف متر مكعب يومي هي طاقة محطة المعالجة بتاعت الصرف الصحي اللي بورسعيد واللي كان بيتم إعادة تأهلها وعندي عشر تلاف متر مكعب يومي كويس دول طاقة محطة معالجة الطور بعد التوسعات عندي أربعة وخمسين ألف وخمسمائة وحدة سكنية تم تنفذهم لتطوير العشوائيات فأصبحت سينا والمدن بتاعت القناة خالية تماما من العشوائيات إحنا بنتكلم على مشروعات الصرف الصحي بس يا جماعة تسعة وسبعين مشروع تم تنفذهم بطاقة خمسمائة خمسة وستين ألف متر مكعب يومي أهمهم اللي أنا قلتها لكم بالمناسبة اللي أنتو شايفين قدامكو دول لحد دلوقتي كده أربعة أربعة سلايدز أو أربع شرائح معلوماتية من إجمالي تقريبا 13 واحدة أنا أدعوكو تخشوا على الواب سايت بتاع المركز الإعلامي المجلس الوزر يمكن إحنا اختصرنا شوية وعرضنا أبرز وأهم الأمور عشان بسا دي وقت الحلقة ده مش معناه أن إحنا مش هنعرض الباقي التسعة سلايدز الباقيين لازم هنعرضهم فليكن بكرة على سبيل المثال وأنا اتفقت مع زميلي على هذا الموضوع من بكرة هنكمل التسعة اللي فضل لنا لأنه برضو مهمين مهم أنك أنت تبقى عارف اللي أنا طلبه من حضرتك مش بس أن إحنا ونحن نحتفل ونحتفي بعيد تحرير سينة مش عاوزين تبقى المسألة احتفالية دون أن نستوعب ونعي اللي حصل لأنه اللي حصل في سينة من 2014 حتى هذه اللحظة ما تعملش على الإطلاق على الإطلاق فيها من وقت ما استلمناه من وقت ما استرجعناها من وقت أغنية سينة رجعت كاملة لنا مصر اليوم في عيد حتى 2014 كل اللي اتعامل ما يكملش ما يكملش 5% من إجمال اللي اتعامل في 6 سنين